كاب راديو أتحرك بالنسبة عن الفطريات الأضافر كما قلت، هو مشكل مع الأسف أيضا شائع بين الناس يعني كتلقى بزرد الناس يعني من هاد المشكل فنحرفهم معك بحده بالضبط شنوا هاد المشكل هاد على غاب بالنسبة للفطريات الأضافر هي عدوى كتقس الأضافر كسوات ديال الدين والديال الرجينين السبب كيكون وهو واحد الفطر اللي هو مجهري يعني ميكروسكوبيك ما كنتشوفوش حنا بالعين المجردة اللي كيدخل معه الدفار ويؤدي للتغير ديال اللون والشكل ديال الدفار طوك التغير كيقدر يكون جمالي كما كيقدر يدي في بعض الحالات للتلاف الدفار بالاكمل دياله نعم دونك هي عدوى في الأسس هي عدوى نعم شنو الأسباب وش عندها أسباب مباشرة في هذا إيمان ولا كنتكلمو على عوامل عندها أسباب وفي ذلك الأسباب عندها عوامل دونك قد نستمر على الأسباب في نفس الوقت الأسباب هي فطريات مجهرية السبب الرئيسي أو الفطر الرئيسي الذي هو مسؤول على فطريات الأدافر وهو الفطر الجلدي أو الذي نسميه الدغماتوفيت هذا الفطر منتشر هو أصلا منتشر بزف ويكون في البلايس التي تكون فيها الرطوبة ويكون فيها درجة الحرارة مرتفعة وبالتالي فكلقاوه يكون في البلايس في المسابيح في الحمامات يكون في سالات الرياضة وبالتالي فهو يقسر رجلين كثير يعني هو يتكاثر على الأسطح كما قلنا اللي هي كتكون درجة الحرارة مرتفعة ورطوبة فيها مرتفعة هذا بالنسبة للفطر الجلدي أو للدغماتوفيت كين النوع الثاني هنا دوك العوامل نكمل العوامل عاد نزل النوع الثاني دوك العوامل كتكون هي الناس اللي كيمشون لهذا البلايس بزف ولي ما كيكونوش كيرتاديو الأحدية دوك هو كيكون منتاشر في الأسطح دوك إلا مشينا مشينا بالحفظ فاك نقدروا ناخدو ناخدو العدوى بوحد طريقة اللي هي سهلة العامل الثاني اللي كيخلينا ناخدو هاد العدوى هادي إلا كان عندنا شي مشكل جلدي بحل صدفية ديال الدفر أو لشي واحد اللي يضرب الرجل دياله كان عندو شي عندو شي عندخوماتيزم في الدفر دياله فهذا كيخلي هذاك هذاك الفطر كيدخل بوحد طريقة ليه سهلة العامل الثاني الناس اللي كيكون عندهم كي يبسوا الأحديين النهار كامل وبالتالي كيعرقوا لهم رجليهم وتخاشر كيعرقوا لهم بزاف دونك هنا كيكون واحد الواسط اللي هو سخون واللي هو رتب وبالتالي بيئة مناسبة بيئة مناسبة التكاتور دونك الناس اللي كيكونوا كي يلبسوا النهار كامل سبط فكيكونوا معرضين أكتر لأنهم يتقاسوا بهذا الفطر ديال الدفرين دونك بالنسبة لهذا الفطر الجلدي السبب الثاني وهو نوع تاني اللي كيقس غالبا ما كيقس اللي الدين يعني الأضافر ديال اللي الدين كتر من الرجلين وكلقاوه عند الناس اللي كيكونوا ان كونتاكت مع علمي بزاف يعني كلقاوه بزاف عند الكوزيني الناس اللي هذا أو للناس اللي كيهتموا بالنظافة دونك اللي يديهم دائما فازقين عاو تاني دونك هما كيديروا هاد الكنديدا وسيغطوا حتى الناس اللي كيخدموا في المخابس وذلك شي دونك اللي كونتاكت مع ديك الخمائر كتتهيئهم أنهم يتقاسوا بالزبر هاد النوع من الفطريات اللي هو زعمال فطر للأضافر من نوع الكنديدا النوع التالي وهو الموازيسور أو العفل دونك وهو واحد النوع اللي هو نغمال موجود يعني موجود حتى في جلدة ديال ديال الشخص اللي هو غير مريض ما عنده حتى شي حتى شي مشكل ولكن إلا كانت المناعة ديالنا نقصة دوك فهو كيتكاتر وبالتالي كلقاوه عند الناس اللي كيكونوا يعني العفن اسم ديال هاد العدوى اللي تتكلمنا مالي موازيسور يعني مشي العفن يعني الوسخ لا ما كان هدرش داكو داكو دوك اسمية دياله موازيسور يعني باللغة العربية العفن نعم وهو كما قلت هو كين عندنا كاملين ولكن فاش كتكون المناعة ديال الشخص هبطة إما عند الديابيتيك يا إما يعني مرضى السكري أو للناس اللي كيكونوا كي عندهم فقد المناعة المكتسبة أو للناس اللي كياخدوا الأدوية اللي كتتسبط المناعة فهدوك يكونوا معردين أكتر أنهم يتقاسوا بهد 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 النوع من الفطريات كما كان قدروا لقاوف في بعض الحالات يعني جوج ديال الحوائج يعني الدرما توفيت مع معان للموازيسور ولأ هدو هم الأنواع بلوزو موان معهم العوامل ديالهم ومفوكسون ديال النوع ديال الفطر اللي كيقز الدفر نعم نحن تكلمنا على أسباب وعوامل يعني تكلمنا عليهم كاملين نعم دونك تكلمنا على الناس اللي أكتر عرضة هو ما قلنا اللي كيقاربوا مثلا المبزاف اللي كيخليوا رجلاتهم في سببط يعني هدو من أكتر الأشياء اللي كتخلي أن هاد الفطريات اللي كي مشو حفيانين مش غير في المسابيح مش غير في عموما يعني يعني حتى في الدار يعني إلا كان شي واحد عنده فطر في الضفر دياله وكنا كان مشو حفيانين أو لكان تقسموا الحمام كان تقسموا الطبي ديال الحمام كان في بعض الحالات الناس اللي كيتقسموا حتى المقص دياللي لتقليم الأضافر ذو كهدي كل عوامل كتخلي أن هاد المشكلة ديال الفطر الأضافر ينتشر بزاك كان عامل واحد آخر هو اللي هدرت لك عليهم القبائل أو لا يعني الناس كيكونوا كيلعبوا الكورة أو لا كيديرون الجري أو لا يعني دائما الدفرين ديالهم وكليين ضق يعني مزيرين مزيرين أو لمدروبين ذو كهو الدفر كنقولوا إحنا يا المريد يعني يدفر فاش كيكون ما عندو حتى شي مشكل بلوز وموا كي يدافع على راسه وفاش كيدخل آآ ان كونتاكت مع ذاك الفطر ولكن فاش كتكون فيه شي مشكل أو لمدروب أو لا سيح فيه الدم أو لم هرسم شي بليسة ذو كهذاك الفطر كيلقى طريقة بسهولة باش كيدخل وكيتسكاتر في الدفر نعم يعني كيلقى لبيئة المناسبة وكيلقى لبيئة أبوب محلولة واضح دكتورة دونك هنا نقدر نتكلموا على الأعراض وش الأعراض دكتورة هم اللي كنشوفون يعني الدفر مثلا مهلوك أو مضروب أو أو لعندو شي أعراض وحدين خريين لغ دوك الأعراض كتبدأ من تغير في اللون دوك بالنسبة للفطر للسطحي أو لاميكو سيبا خفيسيال دوك كتكون عبارة عن بقع بيضاء على الدفرين دوك يقدر يكون دفر واحد كما كيقدر يكونوا جوج أو لثلاثة أو للدفرين كاملين في دقة واحدة على الأغراض كيقدر يكون تلون تلون اللي كيقدر يمشي المصفورية للون البني في بعض الأحيان يقدر يكون كحل كاريمون من بعد هاد المرحلة ديال لون يقدر الدفر يبدأ يغلاط دوك كيبالنغلاد كيقدر يبدأ يترمنبلاسو كيديكولا يعني كيبالنبحال الدفر غادي يزول يعني وإلما إلما عالجناش لحالة بيصور كيبقى كيطور كيطور كيديل أن الدفر كيغلاط بزاف كيولي غليد كيما كان قلو بالعامية كيتسوس كيولي مسوس دوك كيولي مسوس دوك كيولي كيتفرتت دوك ولا يعني غليد وهشيش ولا غليد وهشيش هي على حسب لدقري كيلي كيكون غليد لدرجة أن المريض ما تيضايخ تيجي وتيضفرين كباري ما تيقدوش يقطعوهم تيل مو غلادو دوك وهنايا تيقدر كيسبب افكتيما مشكل أنه كيولي كيعتل حرق دوك كيولي كيحرق كيقدر يدخل فصد الجلدة ويلي منغارز يعني المشكل دوك أو لا كيكون العكس أنه كيكون كيتفرتت يعني كله كيتفرتت ويلا خلينا العدوى كيما قلنا زادت دوك فقد قدرت ادي إلى تلف الظفر في اختارة وحدة اللي كيقدر يمشي يعني نهائيا ممكن يمشي دوك هذا هذا بالنسبة الأعراض بالنسبة الفطريات عذافر دي للرجل بالنسبة ليدين حالة خاصة لأنه غالبا بالنسبة للكونديدا كيكون كيكون دفر مقيوس وكيكون معاحتل الأنسجة المحيطة بالدفر كتا هي كتكون مقيوسة دوك اللي كنسمي واحنايا يعني عند هادو هاد الناس اللي هدرت لك عليهم أو هاد الميهن اللي هي كيكون مقيوسة كتر كيكون غالبا عندهم كيبدأ يعني التهاب في الأنسجة المحيطة بالدفر هذا كالالتهاب كيقدر دفوع كيدخل وكيخلي أن الجدر ديال الدفر ما كيبقاش الدفر كينود مزيان كينود معوج كيكونوا في دالين دوبو كنسمو وحنا بحل الدفر هكا غادي محدب دوك كما قلنا هادلي موديفكاسون أو هادتغيرات فسط حد ديال الدفر كتخلي أن هادلي كنددا كيدخل بسهولة وكيتسكاتر وكيعطي واحد اللون اللي هو كيقدر يكون هادا بحلي يخضر بحلي يزرق بحلي كحل من الجنب دوك بالنسبة اللي الدين كيكون الدفر وكتكون مقيوسة معهت الأنسجة اللي ديرع به نعم هادو بالنسبة الدفر ديال يدين نعم بحق الألوان اللي كتتغير كتر وقيلة في الدفر ديال الرجلين في الدفر ديال الرجلين كتب الألوان متغيرة يعني كمشون اللي بجاد صفار بني خضار فهمتي على حسب النوع ديال الفتر نعم تشخيص عندكم دكتور كيف كيكون بالنسبة لمشكلة الفتر تشخيص يعني كتكون عندنا الحالة سهلة من اللي كنلقى أنا الدفرين مقيوصين كاملين من اللي كنلقى كنلقى المناطق بين السبعين ديال الرجلين تا هما مقيوصين يعني فيهم دكتور يعني فيهم ديكتور الدباحات من اللي كنلقى الرجلين تا هما من تحت كلهم مقيوصين فهنا بالنسبة لي كيكون تشخيص بلوز مواضح ما يمكن لأن ناخده غير الصدفية من اللي كتقاس الدفرين كتقدر تعطي تقريبا نفس الحالة تقدر تعطي تغير في اللون وكتقدر تعطي تغير في السمك ديال الدفر دوك هنا في بعض الأحيان كنقدروا ندوز الأنان نديروا ومشي مشي كندوز كنديروا هي كنديروا علاش على التشخيص وتعلى لحساب العلاج باش كيدار له واحد التحليل باش كانت أكدوا تأكدوا بأنه ماشي شي مراد اللي ماشي بصغ يازيز أو لماشي لي كان وفي نفس الوقت كيكون عندنا تشخيص بالضبط ديال النوع ديال الفتر نعم يعني تشخيص بلوز ما قدروا نقوله سهل شوية لك نقول الأعراض بينه بزف يك دكتور إذا كان غير دفر واحد أو لجوش كما قلت لك من الأحسن كان ديرو تحليل نعم كان ديرو التحليل كيلو ديغموسكوب يعني كما دي ما كان هضر عليه المجار الجلدي تاو كيعون بزف يعني دفو تنقدرو كما قلت لك يعني إذا كانت الحالة سهلة كما وصفتها في اللول بمساعدة بالدغموسكوب كيمكن ما نديرش تحليل الكبد يعني هو يكون عندي هذا ولكن دفو من الأحسن هي تعليل على حسب لتخاتمون لأنه لتخاتمون شوية طويل دوك سيبقى بميديكو لغال يعني غدي تاخد واحد لتخاتمون يقدر يكون عنده عراض جانبية دوك ستكون عندك إن كون تشابه بين أمراض مزمينة اللي كتقدر تقياس التفر وما بين فطريات بالنسبة مادم تكلمنا للعلاج بالنسبة العلاج نسمع الفطريات يعني يملي خصوم يكون في حال درجة بتقديم ما يتعالجوش كيف قد دفر دائما نهش وش فعل ولا لا كينا علاج كي العلاج هو كما كقول المريض انت فاش تشوف إذا ما تغير خصك تمشي لعند الطبيب باش تبدأ العلاج لأن العلاج كلما تبدأ بكريت كلما كيكون سهل يعني إذا كانت عندي أنا الفتر قيس لي غير يعني الثولة الخراني ديال دفر يعني ما نقرب لش الجدر ديال ديال دفر فهنا نقدر نتخذ تغيب لتخذ مولوكو يعني غيب بالأدوية المحلية بديفغنية أو بديفغنية محلية ولكن عندي الفتر قيس لي كتر من ثلوتين ديال دفر أو قيس لدفر كامل فهنا ضروري ما غيخصنين دوز بالأدوية اللي خصنا ناخدها عن طريق الفم علاش بغلا سامبل غيزو أن الأدوية اللي كدر لو كال ما أولا اللي كنحطوها محلية فما غتوصل ليش الجدر ديال 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 اللي 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 ما غتوصلش مغان دوو هج دو هادش علاش كين هاد الفكرة ديال ما كيد دووش يعني لبلب بغ ديال ناس تاي جي وكي قول لك دو وست أعوام يمكن خمس سنين يمكن كين يسمعت عشر سنين هو كيد دو دفر وعمر ومبر سي نغمال إلا كانت إلا كانت جدر ديال المشكل داخل وانا كان داوة غير من على بر هادش اللي كان ميزا يدوى كما قلت لك على حسب المرحلة إلا كان غير في البدي اللول في الحالة تلك تكون سوبر خفيسيال كما هادرت لك في اللول غير البقاع البيضاء هذي كان قدرون نديرو غطاج معلو تختم لوكال كي براو إلا كانت لاتانتغير ديال لتياغ ديستال هنا تهو يعني كان حاولوا ننقي ديال البلاصة اللي هي مسوسة حيث هدا يعني هدا مهم هاد المسألة أن ننقي أو ننقص من الضفر اللي هو غليد لأن نسمي وحنا إنشارج بحلي يهز واحد الكوتلا ومعضو كتسارة بيها وكتنقل العدوى يعني في الناس اللي ضايرين بيك ضوك أول حاجة كنأكدو حنا على المريض هو خص كدرور يتنقص يا إما غادي بردو ببعض الطريقة اللي هي ميكانيكية يا إما كنعطي وحنا آآ أدوية اللي في هال يغير اللي كتحاول ترهف كتفر كتفر تتفر ومبعد كنحاول نحاول 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 لديك البغتين اللي هي غليظة طو كده بالنسبة يعني لتخيط المحلي أو العلاج المحلي في الحالة كما قلنا إلا كان طفر كلهم كس فكن دوزول العلاج بالأدوية اللي هي أقراص كتخذ كل نهار يعني من احتياط نأخذ حنا الانزيمات ديال الكابت يعني تحاليل تحاليل الكابت قبل ما بدأوا لتخاتم ومبعد شهر كنعودوها باش كنتأكدوا بأنه ما كينحتاش تأثير أو لكوغ ديالنا ما كينحتاش مشكل مع الدواء فدلح كنقدر نستمر في الدواء ديالنا ما كيكون أنجن غال حتى شي مشكل بالنسبة اليدين أخذ الأقراث كيقدر يمشي من ستت السيمانات حتى لتلت شهر على كيب النسبة للرجلين دو كتقدر الحالة تتأخذ من تلت شهر حتى لست شهر يعني دراج الأصعب لأن الفترة للنمو الفترة للنمو ديال الدفر ديال للرجل هي كتر من الدفر ديال ليد حتى غير باش نشرح للنس نعطيه الأدوية للسطحية ولا اللي نعطيه بالفم فنحن لم نعطيه على الدفر اللي هو اللون ديال أو اللي هو غلي أنه يرجع نورمال هذا ما غير الجاش ولكن نستغليز أنا نعقم أنا كما قلت المليو ونخلي لك طلع لها واحد الدفر اللي هو صحيح اللي ما في حتش مشكل نعم بالنسبة للناس اللي كيكون عندهم مشكل في الكابيد أو للناس اللي كتكون سخطو عند الناس الكبار دو اللي كيكون بولي ميديكامنتي ولي كيخطو بزاف للأدوية ديال القلب ديال تنسيان ديال السكار دو كيبغي وش يزيد الأدوية فهدو كان قدرو كان رافقهم كما قلنا بلو تخيط لوكال يعني كما قلنا كان نقص من السمك ديال الدفر كان ديرو لفغني اللي تهم دي زون تيميكوزي يعني مداد مداد الفطريات وكان ديرو للازاغ اللي دير نعمون الحمدل لك يعطي نتائج اللي هي زوينة بزاف ولي هو يجيب واحد الميكانيز انه يطلع الحرارة لدرجة انه يقتل داك الفطريات يقتلها كما قلنا كان عقموا ديك البلاصة وكانت انه دفر يطلع بصحة جيدة واضح واضح دكتور بالنسبة للمضاعفة يعني إلا ما تعالجو هاد الفطريات هاد وشنو ممكن إلا ما تعالج كما قلنا كمشو من الحالة اللي هي سطحية الحالة اللي كمشي كتأدي التلف في الدفر كامل كيبدل هاد كلفطر كيتنقل من بلاسة لبلاصة دو يقدر كيكون دفر واحد من بعد كيدوز الدفر للأخرين كيقدر ينقذ الجلد لأن هاد وكلفطريات في نفس الوقت يقدر تقيس الدفر كما تقيس الجلد وكيتقاس لبي دات لات كيدير لاز تخيغو كيدير احت تلات تلات وكيتبال لنا القدم تحت غليدة بزاف وكيتقشر هاد الحالة هاد راها ماشي غير ماشي حس بزاف الناس كتدير غير الفازلين بالنسبة لها راها تداويها مكتعرش بأن هادي كرا راها الشامبينيون هو اللي قايس لنا القدم ديال القدم ديال الرجلين اول هاد مشي غير خشونة قدم عادية هاد مشكل ديال الفطي يغف اش كان بدو العلاج الفماوي فالزاف المرضى كيلاحظوا بأن الحمد لله رجلين من تحت ولا ورطبين مبقوش مبقوش كيتقشروا ديال ما كيبقاش داك المشكل هاد هاد المشكل ديال هاد الفتر في الجلد كيقدر يطلع حتى يقص لنا جدر ديال الفخاد يمشي البلايس واحد اخر يعني كينتاشر 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 ما كينتاشر كتحبسو كينتاشر في الجسم ديال المريض وكينتاشر في البخطغ ديال يعني هو كيحتف الضر ديال والا الناس اللي كيتقاسموا معه كما قلنا الحمام السجادات في المساجد كيبقى كينشر داك الفتر في هذا في المحيط ديال يعني هو مشكل المشي زيال غير اضفر عن مريض أو شو حاجة وافية على المشكل وكينتاشر كيما قلنا مليكي مليكي وقع المشكل ديال ديال الدباحات بين السبعين فكيكون الخطر ديال انه يدوز لنا الباكتير اللي هدرنا عليها ديال الحمراء دوك تصير تافع بزف طيقنا هدرنا عليها فاش هدرنا على مرض الحمراء كنا قلنا بان البلاصم اللي كتدخل بزف ولا انتغ تخيقو الى هنا يارا كان دوزول خطورة فامتين يعني ما كيبقاش هنا غير فتر لكي تكاتر وغير هذا ولكن كان دوزول المرض اللي قدر يؤدي الوفاة لما تخدش فا يعني مشكل هو في الحقيقة فتر الاضافر مشكل من غير المشكل الجمالي ما هدرناش عليه صغلادين يعني وبالاخص كنشوفو هاتش بزف ملي كيبدك يسخل الحال انجنرال الفان فاش كيبغوي البسوس ندلات كيبغوي ودك يبنو لهم دفرين ديالهم مشي وما دوك دوك يفول تخيط تخيط يعني كيتعالج داك شي وكين العلاج كيف ما تكلم يعني يعني شخص صحيح تقييم الحالة صحيح دوك وبالتالي كيكون العلاج هو كين واضح واضح دكتورة كين طرق للوقاية من هذ المشكل دكتورة والا طرق الوقاية هما العوامل اللي هدرنا عليها نعم اول حاجة يعني البلايس اللي كيكون كيتكاتر فالفتر بزاف اللي هي المسابح اللي هي كما قلنا صلاة ديال الرياضة اللي هي الحمامات فما خصناش نهائيا بالحفاظ ضرورية اما الصندالة ديالي اما بالنسبة الحمامات اللي كيقتر يحطو لك صندالة هما دوك رفتر هذي خصتك تعقمها قبل ما تلبسها داك يعني هذا بالنسبة بالنسبة لالاماكل العامة بالنسبة الفتر دوك كل واحد صندلا ديالو كل واحد نقية الضفار ديالو فامتيني احتى تقي شرات كندل هما كل واحد تبشر عدو بيسر هذي من المهم ولي من الاحسن كله ومن الاخص سيلاك اللي واحد مريض يعني فاش ما كيكونش عندنا مشكيل احنا ما ندخلوش فدا ولكن فاش كيشوف الواحد عندو واحد تغير في الدفر ديالو فاخصو يقول ربما عندي شمبينيا خصو ديال مسائل ديالو باش ما يبقش كينشر العدو الحاجة التانية اللي كنحاول ونديروها اننا ما نلبسوش كما قلتي صبابتات مزيرين نحاول يكونوا صبابتات واسعين شي شوية التقشرة يكونوا من الاحسن من القطن ما نخلي هم مش مدة طويلة يعني ما نهار واحد خصنا نبدلوهم صبات ديالنا كيخصنا نهو وا او مكوش ذاك مليو يميد كما قلنا راتب باش كيت كاتروا فيها هذا الفتريات لكن عندي انتغ تخيقو نعالجو يعني بي الاصابع نعالجو باش ما نخليش ينقذ لي للدفرين داكو هو ممكن يبدن بي الاصابع ويتنقل لاندفر ممكن مدفر لبين الجلد هو نفس هو نفس الفترة هو هو انا قلت لك ضيغ ملي كيكون دفر مزيد راه بحلي كتقول كيداف على راس يعني الناس اللي كيكونوا رجلين في التقاشر ديما كيعرقوا بزاف وادا راه كيتصاب اول حاجة بالجلد هو اللي كيتقاس هو اللي هو اللي كيكون شي عامل زايد دفر تقاس تضرب ولا شي حاجة عادي تقدرتين عاو تاني للدفرين وار 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 بيصور الناس اللي عندهم مناعة يهتموا بالمنعة لهم كوساسوا بالماكل يردوا بالرجلاتهم إلا كان شي تغير فكان بشر قبل ما كت زعم الحال ما كتولي زعم كتير فمتيني لأن عاو كيكون بولي ميديكامونتي وكي كتصعب عندك أنك تخيطيهم وار بالنسبة الكانديدات الناس اللي كيكونوا ان كونتاكت كساسوا مع الخمائر أو مع المبساف اللي كيدلوا لزان تغيقوا ميكوزيك فهدي غاد نبغي نشير أن فاش كيكون هداك المشكل ديال الالتهاب ديال الانسيجة المحيطة بالدفر فاحنا كنأكدوا على المريض أنه يدير ليغان تتبرالو حتى يبرى الانسيجة المحيطة بالدفر وتلصق في الدفر باش ما تبقاش تدخل لنا المسائل اللي كتدير هداك الالتهاب وكان نرافقه معهبيا السخطة هو من محد الدفر مريض كنقوله واضح 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 تبارك الله عليك دكتورة آمل كنكون سعيدة بتواجد لكم المعلمات القيمة اللي كتعطيهم لنا شكرا لك مرحبا شكرا لك اشتركوا في القناة